أنا سأعني إذا أراويك رسالة الآن وصلتنا قبل نص ساعة للجروب دعوة من السيد المالكي للاجتماع للتباحث حول قضية اختيار رئيس البرلماء أنتم مخيرون أم مسيرون؟ لا إجبار ولا تفويض ولكنه أمر بين أمرين أي حلواء الإجابة فاسر ليها نحن ملتزمين بوجهة نظر جمعية لكتلة ورئيس كتلة بعض الأحيان نعتقد بأن وجهة نظره بحكم خبرته السياسية بحكم مشواره الكبير السياسي رؤيته هي أفضل حتى من قناعاتنا في بعض الأحيان فلذلك نطرح وجهات نظرنا ويطرح وجهة نظره ويصار هناك نقاش وهذا النقاش طبعا موضوعي يستمع للجميع أنا أقصد السيد المالكي ونخرج بنتيجة صراحة يعني صدقني يمكن هساء بعض الجماعة يقولون هذا شوي بالغ أغلب قراراتنا تأتي بالتصويت عنها ما أتفق معنا يقول تبالغ أنت تقول تبالغ لا لا أنا أقولك يا الحقيقة الآن هسا يعني إذا أراويك رسالة الآن وصلتنا قبل نص ساعة للجروب دعوة من السيد المالكي للاجتماع للتباحث حول قضية اختيار رئيس البرلمان لم يوجه السيد المالكي بالغروب مالكنا اللي خاص به نحن كنوار بأنه يا با روح انتخبه فلان كان بيمكانه يا با احنا متوجهين على هذا الشخص دعانا للاجتماع والاجتماع حدد واذا تحب أراويك الرسالة الآن لذلك أتمنى أنه تصدقني لما أقول لك لا صادق أنت لا صادق لكن هاي ما حكي خصوصا المهمة هي تأتي الآن ما الخالفة تقبلها منك هي تأتي بالتفاهم والتشاور رغم أنه نعرف بأنه السيد المالكي هو صاحب الرؤية والفراسة والإمكانية السياسية اللي يمكن أنه إذا يطرح شيء حتى مع عدم قناعتنا فهو الأصح ولكنه أمانة الله هو الرجل يعني يستشيرنا ويطرح الطروحات وتأتي الأمور باتجاه الاتفاق السياسي هذا يعني عادة ما يحدث وخصوصا بالقضايا المهمة فيعني مو يعني إحنا مسيرين هذا التسيير أسأكو بعض الأحيان حتى أصير صريح وياك أكثر في داخل الجلسة في داخل الجلسة قضية مستجدة استجدت يصير حوار لأن تدري أكو عدنا نواب قدامة أكو ناس عدهم رؤية أكو ناس عدهم تخصص بهذا المجال فيصير حوار يا باي جينا توجيه من رئيس الكتلة إحنا راح نروح بهذا الاتجاه هذا يصير أحيانا بداخل الجلسة لأنه يعني ما عدنا فد تصور معين عن هاي القضية أو ماكو بعض النواب ما عدهم فد يعني قرار سياسي بهذا الموضوع فيصير التوجه باتجاه قرار الكتلة وهذا أمر أيضا موجود على مستوى العراق وحتى على مستوى العالم فأنا أقول لك الموضوع لا يخلو من أن هناك توجيهات ولكن أيضا هناك استشارات وهناك تفاهمات وهذا أمر يعني طبيعي جدا ومن غير الممكن أن نكره اشتركوا في القناة